السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة نرحب بالمشتركات تتاع الوافية سواء من داخل الوطن نقول لكم أهلا وسهلا بكم نورة القناة نقول لكم مساء الخير عليكم نقول لكم وشراكم وشراكم مع رمضان وشراهي صحتكم إن شاء الله تكونوا لك وقدرين عليها أمين يا رب العالمين اليوم واحد النهار تع السخانة ما نحكي لكمش أنا خرجت وحد ربع ساعة برك كان عندي شغل كي نقول لكم راسي تبقى ليحلي اللي راهم يخرجوا كل يوم يحلي الخدامة سيدات ولا رجال تانيت اللي راهم كما قلوا يخدموا ويشقوا باش يوفروا لقمة العيش للعائلة تحهم سواء السيدة تانيت اللي را هي تتعبرها وتزيد الدار على بلكم كتجي للدار ما راحش رايحة ربع يديها عندها مسؤولية كبيرة نقول لها من عندي أنا أربي عينك خيتي هنا هاد الأشوار اللي كنت نرحي به كل يوم وكان يعجبكم وتقولوا لي أنا وال هاد الأشوار حكي لنا عليه كنت سبقت ودرت لكم فيديو خاص به ولكن هاد الأشوار يدرت 350.000 خيتي متوفر عند لك زادة الجيغي شوفوا هاد القطعة البيضة بلكحل يدير خيتي 80.000 متوفرة تانيت عند لك زادة الجيغي هاد القطعة انسجام يتروح لكم تري سيتي ولا راكو رايحين تحطوها في الأشوار وهي مانوية لها كداية ما عندها تعبزوا عليها راي رايحة ترحي لكم السوبصل ولا الحاجة اللي درتوها الداخل هاد القطعة أخيتي وحدها تدير 80.000 اللي رايحة تطلبها مع الأشوار مع عندها الأشوار 350.000 وهاد القطعة 80.000 ولي كانت شرات هاد الأشوار ولا أشوار وحد أخر تالي نص كي ما قلت لكم المتوفرين عند لك زادة الجيغي حتركب عليهم هاد وما عندها تروح تري سيتي ولا حتستعملوها في أي وقت المهمانا رحيت شوية قطو باش ندير بيها كداية حلوة ووجدته هناك ما راكو تشوفو خيتي عندي هاد المقارون اللي راكو تشوفو فيه هنديرو هكدا قغاتا هاد المقارون يعني واقي اللي حبي ياكلو قلت حمدو الله يا ربي وتشها حاجة وحبي ياكل المهم هو يحب هاد المقارون اللي يجي بزف بزف بنين يجي هكدا يا في الفرن شوفو خيتي هنا يا حكمت المقارون ديرو انتو ما وشكوا حابين كي الناس تحب تاكلو في رمضان كي ينتهرب المهم اللي حبو ياكلو لي باتا يا بسم الله هايليك الوصفة واتلكم درت هاد المقارون يغلي عادي بشوية تعال ملح مل هيك درت نصص درت عالجاج درت له شوية ملح شوية ملح شوية كركم وشوية زبدة قليتو فيه ملح ملح من بعدها نحكم هاد المقارون ونديرو داخل هادك هديك الزيت فولا هديك الزبدة اللي كانت في المقلا نزيد نديلها هكداية زوج خيطة هكداية تعال الفرماج واحنا يا خياتي مطفيين هادك الفرنون قعدو نخلطو في هادك الفرماج حتى شغل هكداية يدوب شوية من جهتان يدرت حوالي كاس غير بعتع كريمة سائلة انتو ما كما قلتلكم حسب المقادر تقدروا إلا درتو هادك الباكيت لحقو حتى الكاس هو نصتع الكريمة السائلة هو حيجي مشرب فيها هكداية يجي بزف بزف خفيف ويجي هايل من بعدها نخلطو كامل هكداية في المقلا باش هادوك المكونات كامل ينسجمو هنا درت شوية أعشاب عطرية ليتواتوا مليح مليح هكداية مع ليبات المهم نكمل نخلط من بعدها نديرهم هكداية في ليغام كان ولا في أي حاجة اللي تدخل هكداية للفرن نكملو نعمروهم كي ما ركوا تشوفوا هكداية خياتي داخل هكداية الكيسان باش نزيدو لهم الفوق في خومش غابي هيدوب كامل عليهم صراحة يجي بزف بزف بنين همليك الكوس دهي خياتي لي عمرتهم هكداية وانتو ما الشكل تعالى المقارون ولا المقارون اللي ركوا حابينو حتستعملوه شوفوا كيفاش جي هديك الكريمة شغول زكية داخل المقلع لشان اخلطهم هكداية مليح مليح باش دخلتهم للفرن باش هديك الكريمة كامل تتوزع داخل المقارون شوفوا خياتي الشكل تعالى النهائي كيفاش يجي بزف بزف هايل ويجي هكداية خفيف نودكم ما شاهيكم اللي راهوا عاجب هات دير الوصفة راهوا الفيديو يلحق لكم هكداية مرضهو تقدروا طيب وتعرفوا حتى الحمل بقري راهوا رايحي طيب هكداية من هدك الوقت تاع ليندخلوا فيه الكوزينة حتى للمغرب المهم شوفوا لداخل كيفاش يقعد هكداية معسل حتى ما يجيش هكداية ناشف يجي بزف بزف مليح شوية هكدا نفتحوا بالفرش يطن شوفوا لداخل كيفاش يقعد هكداية كامل كريمة ويقعد معسل صراحة يجي من اروع ما يكون جاء بزف بزف بنين نكملين خياتي في الفقرات التاعنا وفي المحتوى تاع الفيديو التاعنا ودوكاتي كنجوز نشوفوا خياتي هد الباطغ افيك بول هدا يلي اكو تشوفوا فيه من الينوكس يعني كتشوفوا هكدا يبارلكم شغل بيتخان صغير هد البول ديالو لهي بارك ديجاير في السيعة تاعو ثلاثة ليتر معنى هكي نكونون نخدموا في هديك الحلوة ولا نخلطوا في حاجة ما نقعدوش شدين هدك الباطغ بيد ونخلطوا بيد وحدو خلا ولا نقعدوش أشاك فوى على نريحين نحبسو الحاجة المليحة في هد الباطغ بالبول اللي ركو تشوفوا فيه السعر التاعو المميز السعر يدير خمسمية وتسعين الف كي ما ركو تشوفوا فيه اينوكس البول تاعو تقيل ماشي هدك الجوي وتانيت هدك الينوكس الجودة التاعو العالية هد الباطغ بالبول كي ما قلتلكم لقارونتي التاعو عام وكي ما العادة والعوايد دايما لك ازادار جيغي تتكفل بأي هكدا يا شغل خلل ولا حاجة ما تمشي لكمش في هدك المنتوج اللي تشريوه حاجة بينها عندهم سيرفيس أبخيفون تكوريحين تعيطو لهم ومن بعده ما يريكي بيريو هدك المنتوج ويعطوكم واحد مليح كي ما نقدر ينقولكم هده إيلا وصلتكم هدك الحاجة ماشي مليحة شوفوا كيفاش يتركب بكل سهولة ويتنحى بكل سهولة وما هي هكدا يا مشيقل يقعد يرعش وحده وحده وكي نبدو هكدا يا نخبطو به صراحة الاستعمال تاعو هايل هد الباطغ بالبول خياتي تستطلبوه من عند لك ازادار جيغي ليني مغو التليفون التحاره وخارج لكم على شاشة نخلي لكم الصفحة تاع الفيسبوك ولا تاع الانستغرام ولا حتى سيت باش تشوفوا كامل المنتوجات اللي عندهم وتاني ترا هم رايحين خياتي ديرو عرض خاص بمناسبة ان شاء الله هكدا يا عد الفطر المبارك حيديرو هكدا يا تخفيضات كبرى على منتوجات كنت سبقت درتها لكم ديجا السنون اليامات اللي جايين اني رايحة نوري لكم هاد تخفيضات ولا العروض الخاصة اللي حيكون فيها كود بخومو كوزين تبنت القسبة حاجة بينه وراكوا رايحين تشيرو حاجات ربما كانوا جايينكم هكدا يا غالين حتلقا فيهم تخفيضات المهم هاد الباطغ بالبول كيما قلت لكم يدير خمسمية وتسعين الف توصيل للعاصمة ربعين الف الباقي الولاية سبعين الف نكملين خياتي في الفقرات تاع الفيديو التاعنا ودوكاتي كنجوزو نديرو الحلوة بهات الطوابع اللي راهم ديرين حالة هاد طوابع تعصابلي اللي را كنتشوفوا فيهم اليوم جبتهم لكم خياتي ولكن بسعر مميز هاد طوابع اللي راهم ستة يديرو خمستاش نالف اللي راهم متوفرين عند كامول هاد طوابع كيما مدر ينقول لكم مراكوش رايحين تلقاوهم هكدا يا عند كامول في الصفحة تاعو حيتكونوا متوفرين بإذن الله في الأسواق يعني الحانوت اللي بيع هكد ليمول ولادو زنت على الحلوارك ورايحين تصيبوا هاد ليمول كيما قلت لكم للسعر تاحهم بزاف بزاف هاي الخمستاش نالف هادو ما في ستة اللي راهوا عاجبها وكان جايها غالي بسكو السعر تاعو كان مرتفع راهوا كامول وفرهم بهاد السعر المهم خياتي هاد ليمول يخدموا تخيط خبيانة دارك بهم صابلي ودو كاتي كنشوفوا كيفاش خدموا ما يلسقوا ما والو عندي خياتي هنا يا مية ومسا وعشرين جرام تاع المارغارين عندي كاس غربة تاع سكر ناعم عندي نصف كاس تاع المايزينة عندي صفر بيضة وحبة تاع البيض عندي رشة تاع الملح وعندي الفاني وعندي على رأس المغرفة هكدا يا تاع القهوة خميرة كيميائية المهم نحكم هذيك الزبدال اللي تكون طرية نديلها السكر والمايزينة المغربلين من المستحسن نغربلوهم باش نتحصلوا على هذيك النتيجة الممتازة من بعد ندخل هذك السكر والمايزينة مليح مليح في هذيك المارغارين حتى نتحصلوا على كريمة هكدا يا نزيد نديل لها حبيبة تاع ولاد الجج كاملة وصفار واحد المهم البيض دعنا نكونو خرجناه من داخل في خيجي داغ هكدا يا باش ياخد درجة حرارة الغرفة زيدو نديرو هذيك الرشة تاع الخميرة كيميائية يعني نديرو رشة خفيفة هكدا يا سابلي تاعنا ما مشي خمر ومن بعدها هذيك الرش ماتع السابلي راهي رايحة تروح هنا كم نخلط بيدي يعني لاباتي غلوال وهذا الوصفة كنت سبقت ودرتها لكمتع السابلي يعني مراهيش جديدة ولكن اليوم شغل حبيت لونها على ثلاثة ألوان هكدا يا ونطيول هاتك السابلي بتاعنا شكل مميز هنا خياتي درت لها هكدا يا شوي يا بركتها على الفارينة من بعدها حاولت نقسمها هكدا يا على ثلاثة ناخد هذيك زوج زوج نصاص هذيك نديرو هكدا يا على جنب وهذك اللي قعد لي في الجفنة حنحط له الفارينة حتى يعني نلحق لهذاك القوام تاع السابلي من يبسوش سابلي بتاعنا على بالكم سابلي لا درنا له كمية كبيرة تاع الفارينة رانها ردناه وحيتكسرنا ومي جيناش هكدا يا مليح شوفو كيف شره هكدا يا يتلاسق هنا نشد بلاستيك غدائي نحط هاد العجينة اللولة اللي مست لها يعني يحتموا لوين مست لها والو هكدا درتها في بلاستيك غدائي بش ما تنشف ليش وجست للعجينة التانية اللي كي ما قد لكم قلت نزيد اللونها هكدا يا بكولورون كان عندي هاد كولورون يعني تاع الغبرة هاد اللون الاخضر احكمت خلط هاد كولورون في الزبدة وحاولوا متعجنوهاش انا ما كانش عندي حاجة هكدا لي كيد ولا المهم درت المتوفر عندي في الدار ولكن النتيجة جاتني ممتازة لونت واحد اخضرت وواحد كي ما را كنت شوفو العجينة يعني العادية تاع السابلي وهدايا اللي درتوه باللون الوردي حتى ولا تشوفو الالوان هكدا يا ما را همش فونسي يعني العجينة اصلا كيد طيب راهي رايحات نقسلها لكولا وحتى ولا قاعدت بهذا اللون يعني يا را جاء اللون تحا هكدا يا شباب نستعينو بهذاك الالي ساشي ونحلو السابلي بتاعنا من بعده نضغطو على هذيك الجهة الدخلانية اللي ديرنا هذيك الرشمة ونحلو طابع التاعنا بكل سهولة كي ما را كنت شوفو الاحبيبات تخرجوا ما شاء الله يعني هذا كرشام يقعد هو وهو ما را هو شريحيت نحلو شوفو عندنا ستة اشكال مختلفين يعني كي ما نقولو كل شكل شباب على الاخر الاستعمال تاحهم سهل والتقطع تاعو تاني تساهل ماشي كامل حاجة كومبليكي وشوفو هكدا كي طيبو حيقعدو اعلى حالهم بس كي ما اكترنا لهمش الخميرة وزيد تاني تطوابع بزاف بزاف هايلين نكمل لانا كامل الاحبيبات تتاعي بنفس الطري شوفو هنا يا كين عيد مبارك مكتوبة بالعربية مكتوبة بالفرنسية عندنا هاد نجمولها لصراحة الاشكال تاعو بزاف بزاف شباب علش حبيت لونها بش تكون هديك طابلة فيها ان شاء الله هكدا يا حاجة زاهين حتى الدلالي ما يحبوش هادو كسكاكر بزاف والعسولات بزاف يعني كين اطوهم هاد صابلي لي كوننا شف ديجال الوان حيغروهم كيشوفوهم هكدا يملونين يحبو يكلوهم وتانيت شغل ما يكتروش هادوك العسولات بزاف بزاف خاصة هكدا في العيد حتي تقهمو المهم هايليك صابلي التاعي شوفو كيفاش خرج خرج ممتاز هادك اللون تاع صابلي هادك اللون تاع العجينة وعندي منا يا هاد العجينة اللي باللون الوردي كيما راكوا تجوفو تاني تنزيد نكمل نطباحها بنفس طريقة حطيتها فوق بابيو كويسو ودرتها هكدا يا طيب 170 دراجة حتى اخدات لي هاد اللون الدهابي لصقها بالمعجون عادي كيما لصقوا صابلي التاعنا يلاح بتو تلصقوه بحاجة وحدو خرام توفر عندكم واش عليه المهم انكتروش المعجون باش ما يخرج الناش هكدا يا كامل على الجوانب هاو ديك سنوات عصابلي تاعي كيفاش خرجت هاو ديك شكل تحال نهائي الى ما حبيتوهاش هكدا ملونة تقدرو ديروها هكدا يا لون واحد نكملين خياتي في الفقرات التاعنا ونجوزون وجدو حاجة هكدا خفيفة ضريفة الصهرة حنديرو هكدا يا بانكيك بالأبتيلة صراحة اني جيب زف زف خفيف حاجة خفيفة هكدا يا لوليداتنا يعني اللي حبي يصحر بيها ولا اللي حبي يأكل حاجة حلوة هكدا يا في الصحور شوفوا خياتي ديرت زوج حبيبات تاع ولاد الجاج قرصة تاع الملح ودرت لهم زوج مغارف كبار تاع السكر خلطهم شوية بالفوي يعني وصفة سهلة مهلة وهنا يدرت زوج بايد تاعلي اوغت اي دوق تحبوه نديرهم الداخل وتانيت نزيد نخلط شوية حتى هدوك المكونات كامل ينساجموا يعني كنا خلطنا شوية حدك السكر مع البيض في دقيقاره ورايح يدوب هنا عندي ثلاثة مغارف كبار تاع الزيت درتهم الداخل نزيد نخلط حتى نساجموا مليح مليح باش نحط لهم الكاس هدايا الكامل تاع الفرينا هدا هو الكيل في زوج حبيبات تاع البيض زدت هنا يا كيس خميرة كيميائية ونخلطو هكدا يا مليح مليحتين ساجموا كامل المكونات البانكيك تاع نخياتي مراهوش رايحيرو بوزي ولا نخليوا هكدا يا يقعد شوية جوزو نطيبوه مباشرة انا حبيت نطيبو فيها الطاجين باش يجوني كامل الحبيبات قياسوا واحد يعني قدروا نطيبو فيه بانكيك ونطيبو فيه بغلير شوفوا العجينة التاعيخية القوام بتاح كيفاش يجي هكدا يا تقيل يجي شغل عاقد مشي هدك الخفيف والنتيجة تاعه من أروع ما يكون والسحور ولا الصهرة اللي حبوها هكدا يا يكلوا حاجة هكدا يا حلو وتانيت ترا هي وصفة مناسبة واللي ما عندوش الغاش يقدار يدير حبيبا واحدة على البيض مع مغارفة على السكر حيدلو تانيت هكدا يا الله يباركش حمان خبيزة نضيبوهم كامل خياتي على نار تكون هكدا يا متوسطى نقدروا نحكموا هكدا شوية على الأوبتي لاخياتي ونديروها فوق العجين ونزيدو نغطيو عليها ولا تخليوها للآخر يعني تدهنوا بها الحبيبات كي مران يا رايحان ديرانها والحبيبات تعنا وتكون هكدا كطرية من الفوق احنا نجوز نقلبوها باش هكدا يا ما تحرقناش ملتحت وطيبننا باللون الدهبي هكدا يا تطينا هاد القوام الاسفنجي سارح هاتين يجون من أروع ما يكون خفاف ضراف ويندالو هكدا يا في وقفة شوفوا كيفاش يجو هكدا يا خفاف هم هويين صدقوني بزاف بزاف ممتازين الوصفة هدي سهلة مهلا وتوجد في وقفة وحدة شوفوا كيفاش قلت لكم نقصو لهم هكدا الفرن وش ميتحمروناش مليح مليح وتاني تيطونا هدك القوام المليح المهم هناخياتي اللي حبيتو ديرو بانكيك يعني شوكولة بدوق شوكولة يعني العجينة تكون فيها الكاكاو من هدك الكاس نقصو مغرفة كبيرة تاع الفرينة ونعوضوها بالكاكاو البودرة هدك باش يجينا اللون التحوم بني ونزيدو تانيت نديرو لها هكدا يا الابتلا كي ما راكوا تشوفو كامل على الوجه يعني تطليو لها كمية لبس عليها باش هديك الحبة تحسن بسولها بدوق شوكولة جي بزاف بزاف بنينة عندي هنا يا ابتلا بدوق البندق طليت لها الوجه اللي عنده الداخل اللي يفخاز يقدر يدير اللي يفخاز ملاح بالبانا اللي راهو طالع الاسمه يدير الداخل الله المستعن هذا ما كان رب يقدر كامل العباد على شقا تحاد الدنيا هذا ما كان المهم خياتي كي ما راكوا تشوفو نكمل حبيبات التاعي كامل نطليلهم الابتلا باش نجوز نرشهم هكدا يا من الفوق باش ويا مكسارة يعني تزيينه اختياري كي اللي يحب بين طبق وطبق يدير تانية الفواكه والمكسارات هدره اختياري شوفو الحبيبات التاعي كيفاش جو صراحة جو ممتازين طيبين هكدا يا بياندوغي كي ما قلت لكم درت هدر الرشة من الفوق تعال مكسارات اي حاجة عندكم كسرت الالوان بهد الحبيبات تعليف خاز اللي يتمد شكل بزاف بزاف شباب للبانكيك التاعناه ان شاء الله يكونوا عجبتكم الوصفة الخفيفة ضريفة وديروها ان شاء الله صهارات رمضان المبارك خياتي هاي لك الشكل النهائي تعال بانكيك التاعناه ان نقول لكم نودكم ما شاهيكم خياتي كان هذا هو الفيديو التاعنات عنها اليوم كانوا هدوهما الوصفات الخفيفة ضريفة اللي اقترحتهم عليكم ان شاء الله يكونوا عجبوكم السنوني في وصفات جدد وفيديوها تجدد بحول الله دوكاتي كان قولكم تعالوا في روحكم تعالوا في صحتكم وتبقوا على خير يا وجوه الخير